اجتمعوا حولي يا قوم فقد جئتكم اليوم بحكاية قد تطير من العيون النوم وإن هذا الخبر فيه الكثير من العبر وهو من باب الفرض والتقدير ومغزاها أهمية الأمر بالخير والتذكير وقصتنا عن قرية بعيدة كانت تعيش سعيدة وأهلها عن نعم الله غافلون يتمتعون ويأكلون ويشربون وبالعسل هي تلذذون والمراعي الخضراء يفترشون وعلى أغنامهم لا يخافون ولا تدمع لهم عيون فأموالهم كثيرة والخيرات وفيرة وإن قلت لهم استعدوا ليوم صعب قد يصيب كل الشعب ويزرع بيننا الرعب قالوا لماذا أنت متشائم عليك بالفرح الدائم هذا للنفس ملائم ولا يزالون في ضياع وغفلة والحفلة تجر الحفلة حتى جاء البلاء الجارف وتعثر الاقتصاد والمصارف وبعد أن عاشوا عيشة الملوك إن حبست أموالهم في البنوك فما عادوا يأكلون سوى الماكرونة ونزلت بهم الكورونا فحبستهم في المنازل والبلاء نازل وليس بينهم وبينه عازل وعرفوا قيمة النعم من صحة ونقد لكن بعد الزوال والفقد فأين يذهبون وكلهم مسجون جلسوا مع أبنائهم أكثر فاكتشف الأب أنه قصر واكتشفت الأم ما هو أخطر هذا ولدي لا أعطيه اهتمامي ثم أنتظر أن يسمع كلامي وابنتي قلبي عليها حزين لا تعرف الكثير عن سيد المرسلين فلجأوا إلى علم الدين خاشعين خاضعين وتضرعوا إلى رب العالمين داعين يا رب يا رب ارحمنا من هذا الوباء واشفنا من كل داء وارفع عنا البلاء والغلاء لم نعرف قيمة النعم التي أعطيت حتى فقدناها وحبسنا في البيت يا ليتنا ما غفلنا يا ليت نتوب إليك من كل ذنب وقد نزل البلاء من كل جنب تحصنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت وما زال في تضرع ودعاء حتى رفع الله البلاء وفي الجوار قرية قريبة ظنت أنها أقوى من المصيبة وأنها سترفع رأسها من جديد فجاءها البلاء الشديد والله فعال لما يريد أصابها شهاب ونيزك من المريخ فخرجت من الجغرافيا والتاريخ بإذن الله ستعود الأفراح ويكون الهم قد راح والحزن تراجع وانزاح ستزول الكورونا وعسى بالخير تذكرون سنعتص من جديد أجل دون أن نشعر بالخجل وسأسعل بكل راحة وأقولها بكل صراحة لعلي مصاب بالزكام ولا أخاف من الكلام والاتهام ستشرق الشمس من جديد ولابد من نور بعد الظلام الشديد أذكروا الله ووحدوه كما أمركم فاعبدوه وتفائلوا بالخير تجدوه